اعلان عن كورس جديد في مجال كيندل لنشر الكتب على منصة أمازون الكورس الجديد بيكلم عن الكتب ذات المحتوى القليل أو بدون المحتوى للمبتدئين يعني مش لازم يكون عندك أي خبرة في هذا المجال وأرى أن هذا النوع من نشر الكتب على منصة أمازون هو من أنسب الأنواع للعرب أو لغير الناطقين باللغة الإنجليزية لماذا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورس جديد عن كيندل لنشر الكتب ذات المحتوى القليل ويمكن الجملة غريبة شوية ذات المحتوى القليل أو بدون محتوى الفكرة ببساطة أن إحنا لما بنيجي نتكلم عن كيندل وزي ما أنتو عارفين على القناة على اليوتيوب هناك العديد والعديد من الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن موضوع كيندل الحية أنا الآن على قناعة بأن النوع ده من أفضل الأنواع للعرب ليه؟ لأن أنت مش هتحتاج أن تروح تشوف حد يكتب لك الكتاب باللغة الإنجليزية هذا النوع لا يحتاج أبدا أي حد يكتب لك حاجة لأن ده نوع اسمه دون المحتوى يعني ما فيش محتوى أصلا وعشان أبسط لكم الصورة إيه اللي أصده بكتب بدون محتوى أو ذات محتوى قليل هي دي الفكرة أن أنا ممكن يكون عندي حاجة اسمها مثلا ميوزيك شييت أو يكون عندي بريير جورنل أو ترافل جورنل أو دريم جورنل يكون عندي نوتبوك للفيتنس أو للضايت يكون عندي نوتبوك للعارفين الكالندر للأكاديميك نوتبوك اللي بيكون فيه بقى التواريخ والأيام والحاجات دي حاجة خاصة بالريسيبي فيه كتب على هيئة السكيتش بوك كرتون أو لانسكيب إلى آخره البلانرز بجميع أنواعها سواء كانت يومية أو أسبوعية حتى فيه كمان للويدنج أو للشايل بيرث أو للهوم بيرتشوز كل دي أنواع من أنواع ما يسمى كتب بدون المحتوى عشان أبسط لكم الصورة ما المقصود بكتب دون المحتوى ده نوع من أنواع هذه الكتب بيسموها بريير جورنل الكتاب ده هل فيه أي نوع من المجهود هعمل هايرينج لجوست رايتر؟ هعمل إيه بالزبط؟ هو ده المحتوى عبارة عن أربع سنديق بثلاثة أربع جمل وخلاص وهل الكتاب ده بيكسب تعالوا نشوف كده من خلال كيد سباي الكتاب ده بيعمل ربعمية سبعة وتسعين دولار في اليوم وبيعمل لصاحب هذا الكتاب بيكسب من وراه تقريبا 15 ألف دولار في الشهر طبعا الأداة لا تكذب والكتاب بست سيلر عشان كده هو بيعمل الأرقام الغريبة دي الكتاب بمنتهى البساطة بنتعلم مع بعض داخل هذا الكورس ازاي بعمل التصميم ازاي ايه المصادر بتاعتي المحتوى المأسات يعني مثلا هنا بصوا في قسم بكلم فيه عن مأسات الكتب وأبعدها أعرفها ازاي كاختيار بقى المأس الصحيح للكتاب الصحيح اللي أنا هنشره في أي مجال من المجالات اللي احنا بنتكلم عنها فيما يخص الكتب بدون المحتوى أو ذات المحتوى القليل وهنا ده تدريب عملي ايه الأدوات المجانية اللي أنا ممكن استخدمها الأدوات المدفوعة المصدر الغير مجاني اللي أنا بستخدمه لهذا النوع من الكتب المصدر المجاني بقى اللي بستخدمه يعني جميع الأشياء اللي هو مكتوبة هنا فيه جزء اسمه من وراء الكواليس طبعا خدوا بالكم هنا مثلا فيه دارسين أنا هنا في استراتيجيتي ورؤيتي لهذا الكورس بقول لكم إن هذا الكورس لا ينقطع وهو دائما مستمر ومتجدد ولا ينتهي يعني ممكن تيجي بعد اسبوع هتلاقي هنا بقوهم أربعة بعد شهرة لهم بقو سبعة بقو عشرة فأنا دائما إيدي في الحاجة ما تنسوش إن أنا خلفية أكاديمية وإن أنا أستاذ في الجامعة فده عشقي الأول إن أنا أعلمكم إن أنا أبصركم إن أنا هنير لكم الطريق هذا هو الكورس الكورس برقم زهيد جدا طبعا هو مش مجاني يمكن أنا بديكم ميرش باي أمازون لشباب اللي غير قادرين بدي كورس ميرش باي أمازون مجاني تماما من على منصة يوديمية لكن أعذروني هذا الكورس مش هينفع يكون مجاني لكن هو بسعر زهيد إنتوا تقدروا بقى تدخلوا على اللينك اللي أنا سايبه تحت الفيديو على طول في الديسكريبشن بوكس وتشوفوا سعره الزهيد مقارنة بهذه الأرقام أنا هوريكم دلوقتي 3 أو 4 كورسات من الكورسات للناس المعروفين في المجال لكن كلها كورسات طبعا باللغة الإنجليزية شوفوا الكورسات وربنا يعلم إن المحتوى اللي عندي هنا ده واللي أنا لسه عمال أزود فيه تقريبا يعني الحمد لله ينافس هذه الكورسات ده كورس طبعا بتاع ميكا وصاي الكورس ده بيبيعوا بكام الكورس ده بتقريبا أهو ربعمية دولار 397 دولار كورس آخر لهذه السيدة مش معروفة بالدرجة في المجال بيتبيعوا بيه 300 دولار كورس آخر بمية سبعة وتسعين دولار لهذه السيدة يمكن آخر حاجة طبعا ده ديل وهو معروف في المجال ديل وزوجته كيلي من أوهايو هنا بقى بيعمل اشتراكات شهرية بقى ده مش بيدي سعر وخلاص التي دفع مرة واحدة ده عنده هنا حاجات باشتراكات شهرية آخر حاجة ده بقى اللي خضدني قوي انه عامل الكورس بتاعه اللي ما فيهوش حاجة يعني ما هوش سحر ولا خال بيبيعوا ب3000 دولار روحوا بقى وانتوا شايفين الرقم ده روحوا شوفوا عندي الكورس بتاعي بكام ربنا اعلم المجبود اللي انا حاطه في هذا الكورس واللي لسه هيتحط فيه طبعا اما لو كنت حابب بقى تشترك في الكورس الكبير اللي هو عبارة عن 3 ف 1 الكورس اللي من ضمنه يعني بيتضمن هذا الكورس بقى كورس الكتب بدون المحتوى يبقى ده الكورس اللي انت تشترك فيه ده اللي نشر الكتب على منصة امازون ده بقى الكورس الكبير طبعا الاتنين ليهم صفحة على الفيسبوك التفاعل غير طبيعي حقيقة ما بين الشباب اللي مشتركين والحمد لله الناس متعاونة مع بعضيها وبيحبوا بعض وتقريبا بقوا كوميونيتي واحد كده يبنتوا كده عندكم الكورسات موجودة لو انتوا حابين بجد تستثمروا في أنفسكم تبدأوا تشتغلوا تتعلموا حاجة ده بيزنس ناجح مئة بالمئة ولله الحمد وأنا يمكن داخل صفحتنا على الفيسبوك دايما بستارت مع الشباب حاجات وأرقام وإحصائيات عشان أشجعكم وعشان أؤكد لكم أن فعلا هذا المجال مجال رائع مجال مربح وربنا يكرمكم جميعا شكرا لكم ولا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعنيوا عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته